أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المباشرة بتنفيذ مشاريع شبكة الألياف الضوئية الوطني لمحافظات الوسط والممول بمنحة من السعودية وتشمل مشاريع شبكة الألياف الضوئية الوطني لمحافظات الوسط ثلاثة مشاريع وهي مشروع الزرقاء وشرق عمان ومشروع البلقاء وغرب عمان ومشروع مأدبة وجنوب عمان حيث سيتم ربط وتشغيل 723 موقعا منها 543 جهة تعليمية و136 جهة حكومية و44 جهة صحية وربطت الحكومة منذ سنوات 1800 موقع من مدارس ومؤسسات حكومية ومؤسسات صحية ومراكز طبية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية هذا مشروع فعليا الأردن استثمر في 200 مليون هو تقريبا أكثر من 6000 كم من الفايبر في كل محافظة المملكة ونحن على الطريق الذي طرحه لبشرية الاشتراكة من القطاع العام والخاص ليكون هولسيل أوبريتر لباقي الشركات التي استفيد منه لتقدر توصل الانترنت على الفايبر تركت انترنت عريض النطاق لمليون 300 ألف بيت من أردن فهذا مشروع استراتيجي للدولة الأردنية هذا يخفض كلفة الانترنت على الأردنيين يزيد سرعته ويحسن مستوى الخدمة ويليه أهداف تنوية كبيرة يخلق على الأقل في المشاريع المهندسيين اللي بيشتغل فيها بشكل مواجه تقريبا 200 فرصة عمل